ترجمة نانسي قنقر أصبح يعني مش عارف هو عايز يدخل موصوع الجنس بإصداره أحكام سريعة وقاطعة ورضيعة في كثير من القضايا اللي أساسا لا ينظر فيها يعني آخر حكم صدر لمحمد ناجي الشحاتة كانت قضية أحكام كرداسة بالحكم على 185 بإحالة 185 متهم إلى فضلة المفتي برغم أن هناك شهادات يعني شهود النفي شهود الإثبات نفوا التهمة عن كثير من المتهمين ورغم ذلك حكم على 185 منهم أم واثنين ولادها في نفس الموضوع القاضي محمد ناجي الشحاتة في عنده أزمة بتقول أنه يكن عداء كبير للثورة البروفايل بتاعه اللي هو زعم أنه لا يملك بروفايل البروفايل بقاله سنتين من ما قبل 30 يونيو في عنده مكتوب هذه البوستات في عنده بوستات مكتوبة كان بيهاجم شباب الثورة أثناء حكم الإخوان ثم بعد 30 ستة ابتدى يهاجم الحكومة لأنها لم تصدر قرارة وهكذا دي نقطة طبية بس عايزة أسأل عنها هل ليس من حق القاضي أن يكون له صفحة على الفيسبوك أو تويتر يتابع فيها أراءه السياسية أو يعبر فيها عن أراءه؟ من المفترض أن القاضي لا يمارس السياسية بمعزل عن هذه الأمور من المفترض لكن في قانون يعني يلزل لا خالص ولكن بالقياس من حقه أنه يعبر عن أراءه السياسية يبقى كان من حق قضاء من أجل مصر يعبر عن أراءه السياسية الكيل بمكيالين والوزن دي أزمة لكن بيقولك ده على صفحته الشخصية لكن القضاء من أجل مصر عملوا مؤتمرات وخرجوا في العلن وقاموا بالإعلان عن مواقفهم أعتقد أن الفيسبوك حاليا أو مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لها مثل المؤتمرات الصحفية أي حد في العالم ممكن يدخل على اللينك بتاع صفحتك ويشوف أنت كاتب إيه ويعرف أراءه ولكن عندما يواجه أو يوجه اتهمات صريحة لما يتكلم عن 6 إبريل ويصفها بوصف 6 إبليس أنا وأحمد ماهر ويكلم كده صراحة وذكر مجموعة من الأسماء بعينها أحمد ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة وهكذا إزاي هطمئن ليك وإنت أساسا بتعديني في قضية أحمد دومة في قضية مجلس الوزراء إحنا عملنا طلب رد أو هيئة الدفاع قامت برد المحكمة وتم رفض هذا الطلب قاموا برفع دعوة مخاصمة من 20 صفحة تعدد الانتهاكات التي قام بها القاضي محمد ناجيش حاتة في أثناء نظره للدعوة ورغم ذلك تم رفضها صدر قرار طبعا بعد قراراته بإحالة كل المحامين خمس محامين من ستة إلى النيابة العامة بتهمة إهانة القضاء بتهمة إهانة القضاء بردو أصبح إهانة القضاء حاليا أي حد بيسأل يعني نفتكر أستاذ إعصام سلطان دخل قال سلام عليكم المحكمة خد سنة دكتور حزم صلاح بسماعيل قال مش عارف قال إيه خد خد ثلاث سنين وهكذا أصبحت يعني أصبحت اللي هو إيه تحبيشة على الوش كده يعني حاجة إيديشن لي على جب صدر قرار من نقابة المحامين بانسحاب ومنع أي محامي بالمثول أمام هذه الدائرة لأن هذه الدائرة لا تحترم حق الدفاع حق الدفاع حاليا أصبح حقا مسلوبا حق الدفاع اللي هو من المفترض أنه يضمن محاكمة عادلة إلى كل المتهمين أصبح حقا مسلوبا بقاش موجود لما نيجي نقف وندفع مجموعة من الدفوع أقل لها أقل لها اسمع زي ما سمعت شهود الإثبات اسمع شهود النفي زي ما يعني عندما يصدر قرار بأنه يحضر نقل المتهم من محبسه إلا بإذن القاضي مع أن أساسا هو محبوس احتياطيا على زي ما تزيد قضية وهو ينفس قضية أخرى محمد سلطان عندما يعني هو برضو بينظر قضية محمد سلطان هذا التعسف الواضح والظاهر يخالف تماما روح القانون يخالف تماما روح القانون فيعني ربنا يسطر بس على البلد أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد عبد الرؤوف عضو اتلاف شباب الثورة سابقا شكرا جزيلا لك